رحلة اللجوء السوري لم تقف عند حدود متوسط فقد استطاعت الفنانة البريطانية أرابيلا دورمان نقلها إلى وسط لندن مستخدمة ملابس هؤلاء الفرين من الموت إلى مصيرهم المجهول لتحكي عن آلامهم وأمالهم مزيد من التفاصيل في تقرير لم الخير معلقون عنوان معرض الفنانة البريطانية أرابيلا دورمان في وسط العاصمة لندن وتحديدا في كنيسة القديس جيمس في شارع بيكاديلي حيث يعرض العمل نموذجا تشكيليا مؤلفا من ملابس للاجئين كمادة أساسية ويعكس العمل قصة اللجوء ورحلة الموت أو المعاناة على أقل تقدير عبر شواطئ لسبوس اليونانية وتحمل الطريقة التي نضدت بها الملابس بعض الملامح الإنسانية من خوف وآلم وقلق وكأنما أروح أصحابها ما زالت فيها تحكي عن تجاربهم الشخصية مئات الآلاف أصبحوا معلقين في الوسط ما بين الماضي الذين لا يستطيعون استعادته والمستقبل الذي لا يستطيعون الوصول إليه وهم في المخيمات في أوروبا لذلك سميت العمل معلقون لأنهم عالقون مثل ما ظلت ثيابهم عالقة على شواطئ لسبوس اليونانية بعد أن اختمرت الفكرة لدى دورمون جمعت 1400 قطعة ملابس وأحذية من شواطئ عجت بالقصص الإنسانية بعد مأساة السوريين واضطرارهم لمغادرة بلادهم في ظل ما عاشوه خلال ست سنوات مريرة ثم اختارت منها 700 قطعة شعرت أنها تسرد حكاية مؤثرة عن التهجير القصري لأصحابها خاصة الأطفال منهم لم أكن أتوقع أبدا ما رأيته الحطام ومئات ثياب التي تركها الناس وراءهم التقطت بعض هذه الملابس ودهشت بمدى الحضور الطاغي الذي فرضته بعض تلك الثياب لأصحابها في غيابهم وكأنها تحكي قصتهم العمل جزء من سلسلة معارض كرستها أرابيلا في سبيل القضايا الإنسانية ونصرة للضحايا وسميت لذلك فنانة الحروب وكان آخر أعمالها هذا من أجل إعادة قضية اللاجئين إلى السطح بعد أن تم إهمالها ونسيانها تدريجيا متأثرين بما رأوا عايش الزوار تلك الرحلة الغامضة التي سمعوا عنها كثيرا ورأوا وجهها الإنساني بعيون أرابيلا التي شهدت عليها بنفسها على شواطئ المتوسط منذ عامين أعتقد أنه عمل جميل ويحمل رسالة قوية وما أدهشني هو التضاد الذي يعكسه ما بين الجمال الفني وبين حقيقة الرحلة المريعة التي اضطر اللاجئون لخوضها لقد فوجئت لرؤية العمل عند دخول الكنيسة إنه عمل صارخ وجعلني أفكر كأم بالأطفال الذين لم تتح لهم الحياة التي يحظى بها أطفالي أشعرني ذلك بالحزن ولكنه جيد لأنه يجعل اللحظة حاضرة في ذهنك خاصة في موسم الميلاد اختيار المكان لعرض هذا العمل وخاصة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية له روابطه الروحية التي تعطيه بعد آخر كما تره الكنيسة المضيفة في هذه المناسبة المقدسة يجب أن نتذكر أن حياة الإنسان مقدسة لدى كافة الأديان تأثر الزوار جداً وأظهروا تعاطفاً كبيراً وهدفنا أن لا يقتصر الأمر على التبرعات للاجئين بل أن تبنى صلة إنسانية بين الطرفين ليس معروفاً إن كان أصحاب تلك الملابس من الناجين ممن استبدلوها عند وصولهم بر الأمان أو كانوا ممن غمرهم البحر وترك منهم ما يدل على حياة عاشوها أو سعوا إليها لكن تلك الثياب أعادت اليوم الروح لحكاياتهم أيًا كانت نهايتها لتذكر بمستقبل سلب من أطفال لا ذنب لهم كاسم هذا المعرض معلقة هي مصائر السوريين في كافة أسقع الأرض وتبقى آملهم برؤية بلادهم مرة أخرى معلقة هي الأخرى حتى إشعار آخر لما خير أورينت نيوز لندن متابعة لهذا الموضوع ستكون معنا من لندن الصحفية السورية دانيا أمين أهلا بك دانيا مرة أخرى في برنامج مهجركم وهذا المهرجان أو هذا المعرض معلقون ومثله معارض أخرى فنية تتحدث عن قضايا مصاعب التي واجهها اللاجئين السوريين وهم في طريقهم إلى أوروبا هل باتت المسألة مسألة رفاهية فنية موضوع رائج لتناوله في الفن كما قد يرى البعض أم أن له فعلا عمليا فعلا قد يؤثر إجابا على حياة هؤلاء اللاجئين أهلا حازم تقريبا تأثيره عم بيكون كتير طفيف بالنسبة للمعارض الفنية مو مثل وقت بيكون نجم سينما اللي عم بيأثر بهذا الشيء دائما نحنا كشعب مو بس نحنا كشعوب بالعالم كله دائما نركز على موضوع نجوم السينما نجوم التلفزيون أنه آه عمل هذا الشيء أما المعارض الفنية فهو تأثيره طفيف إجمالا وخصوصا هلأ على القضية السورية أو قضية اللاجئين بعد سبع سنين صار إجمالا في ملل أو روتين طبيعي مثل كأنه مثل أخبار القصف اللي كل يوم عم نسمعه فهذا صار لإذن المستمع أو لنظرة المشاهد فهو موضوع روتيني كل يوم في قصف كل يوم في لاجئين كل يوم في موت كل يوم في دمار سبع سنين حرب بالنسبة لهم فهذا الشيء صار حياة طبيعية فما عد كثير صار فيه تأثير للموضوع ولكن دانيا بذكرك أن ارتباط أي موضوع حتى فني بموثل المشهور مثلا أو فنان مشهور قد يصلت الضوء فعلا على القضية هنا نتحدث عن أرابيلا دورمان وهي فنانة بحسب ما رأينا في التقرير يعني فنانة إلى حد ما هي مشهورة واشتهرت بلقب فنانة حروب أو شيء من هذا القبيل ألا يعني ذلك بأن المسألة قد يتم تسليط الضوء عليها أكثر أكيد هي أي شيء ممكن يكون بساعد أي رسالة فنية هي أكيد ستساعد موضوع السوريين لدعم قضيتهم وخصوصا وقت يكون الفنان أصلا هو ناشط إنساني بهذا الموضوع فمرحب بأي نشاط ممكن يدعم قضيتنا بس برجع بقلك هو ما على مستوى جماهيري كبير يعني مثلا أرابيلا دورمان هي معروفة على مستوى مستوى الفنانين مستوى العالم الفني مستوى المعارض مستوى الرسم مستوى النحت أما هو مو معروف على المستوى الشعبي يعني أنت بدك تنزل على الشارع العام على الرأي العام بدك تقول له أرابيلا دورمان ديقلك مين أرابيلا دورمان هي معروفة على المستوى الثقافي أما على مستوى العام بين طبقات الشعب الغير مثقفة حنقول فهي ما كتير معروفة بس تجي مثلا مثل أنجيلينة جولي وقت بتزارت مخيمات اللجوء فكان لكتير صدى معروف وكتير صدى كبير لأنه هي معروفة من كل طبقات المجتمع فهي أكثر استطاعة على تحريك الرأي العام بس برجع بقولك أي معرض أي لفتة إنسانية فهي رح تكون أكيد بصالحنا إذن بالنسبة للترجمة الفورية الترجمة العملية لهكذا معارض من هذا المعرض وغيرها حقيقة هل سينعكس ذلك في تصويت مثلا لهذا المواطن لصالح سياسات معينة إيجابية تجاه اللاجئين أم لم ينعكس تعاطف عام حقيقة ما كتير في رح تقدر أنه ينعكس بشكل كتير كبير ممكن لفتات بسيطة تكون كتير صار معارض مشابهة مثل أربيلا صار بنيويورك للفنان الصيني آيويوي نفس الفكرة على معرض اسمه المخسلة نفس كمان مبادرات بألمانيا مثل ترحيب اللاجئين السوريين بس دائماً عم بيكون التأثير آني بشكل طفيف يعني هو مبادرة بسيطة أنه ممكن شوي تلفت نظر أنه آه لسه في حرب بسوريا لسه في لاجئين لسه في ناس عم بتموت فهو تحريك بشكل طفيف مال وملموس بالنسبة للرأي العام إذن الكلام ملحوظ يعني كما تلقيتك إذن أنت متابعاً كثب كصحفية سورية موجودة في لندن يعني تجدين بأن كل هذه النشاطات هي لا تأتي أكلها كما يقال بالتالي ما هو البديل فعلاً لإعلاء الصوت بالنسبة لتسليط الضوء على قضية هؤلاء اللاجئين بالنسبة للوصول لنتائج إيجابية قد تغير أو تتجاوز المصاعب التي يواجهونها نعلم تماماً بأن الاتحاد الأوروبي بالمجمل ركز في تعاطيه على مسألة تقوية أمن الحدود الأوروبية وإيقاف موجات اللجوء غير الشرعي كما يسمونها بالتالي ما هو البديل؟ البديل هو تحريكاً طريق المنظمات الدولية برأيه أو ممكن المظاهرات التي تغير الرأي العام بشكل فعلي وقت تنزل على الشارع الحديث نحن هوني بالشارع بدنا نخاطب الرأي العام رأي الشارع لازم ننزل على الشارع برجع بقولك هذولي لفتات لطيفة بس هي ما بتحرك رأي عام سياسي لازم نحن تحريك رأي عام سياسي عن طريق المنظمات الحقوقية عن طريق المنظمات الإنسانية لازم تحريك حقيقي مو مجرد لفتات هيك بسيطة شكراً جميلة ما تنسى أنه هذول المعارضة الفنية كمان في العائد ربحية فهي مو خاصة مثل ما بيقولوا لسواد عيون اللاجئين أو لسواد عيون السوريين هي بالنهاية عم تجيها بفائدة ربحية يعني بمجرد أنه أنه فيد واستفيد إذن يعني في عجالة تبقى لدينا دقيقة من الوقت ما هي أبرز النشاطات التي تجدينها بحسب ما تراقبين في لندن مبدئياً مكان سكنك هي فعلاً تصب في صالح اللاجئين كان لها جدوى لها تأثير عملي حقيقةً حقيقةً في لندن ما عم بيصير كتير مجالات يمكن في أخطاء من نحن نحن كسوريين بشكل عام أو ما في نسبة لاجئين كبيرة حتى يصير فيه تأثير معين ممكن بضع نشاطات فردية للاجئين سوريين ممكن أنه يلفتوا نظر ببضع مظاهرات أو بضع مشاريع فنية ممكن حفل موسيقى لدعم اللاجئين بس مو أكتر من هيك كحكومة أو كفنانين أكبر أما بلندن سوري أما بألمانيا فهو التأثير عم بيكون أكبر بالنسبة للاجئين بما أنه عددهم أكبر فعم يكون تحرك أسرع مثل مبادرات بألمانيا اسمي مرحبا باللاجئين مبادرات على صعيد أطفال الأطفال المخيمات اللي عملون لهم معارض كبيرة بأوروبا فهي عم بيكون إلها تأثير أكبر نعم دانيا من هون في لندن دانيا أمين صحفية سورية المقيمة في لندن شكرا جزيلا لك شكرا لك حزيلا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع يمكنكم التواصل معنا عبر إيميل البرنامج الظاهر على الشاشة أمامكم نلقاكم على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة